اسم الآب والابن والروح القدسة الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين أقرأ لأجل تعلمنا جزء من الاصفحة الستاشر في إنجيل معلمنا لوأة بشير وهو إنجيل يوم الاسنين من الأسبوع الرابع في الصوم المقدس وقال أيضا لتلاميذه كان إنسان غني له وكيل فوشي به إليه بأنه يبذر أمواله فدعاه وقال له ما هذا الذي أسمع عنك أعطي حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون وكيلا بعد فقال الوكيل في نفسه ماذا أفعله لأن سيدي يأخذ مني الوكالة لست أستطيع أن أنقبه وأستحي أن أستعطي قد علمت ماذا أفعله حتى إذا عزلت من الوكالة يقبلونني في بيوتهم فدع كل واحد من مديوني سيده وقال للأول كم عليك لسيدي فقال مئة بس زيت بس اللي هو اللتر يعني فقال له خذ سككة واجلس عاجلا واكتب خمسين ثم قال لآخر وأنت كم عليك فقال مئة كرة قمح كرة اللي هو زي الكيلة اتناشر كيلو يعني مئة كرة قمح فقال له خذ سككة واكتب ثمانين فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل لأن أبناء هذا الظهر أحكم من أبناء النور في جيلهم وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظالة الأبدية نعمة الله الآن تكون مع جميعنا أمين زي ما ابتدنا اجتماعات الصوم قلنا أن القراءات في أناجيل قدسات الصوم المقدس تمتاز بأسئلة وكأن هذه الأسئلة يطرحها الله علينا علشان الإنسان يصلح من نفسه قد تكون الأسئلة صريحة وواضحة وقد تكون الأسئلة بالتلميح أو الجزء الإنجيلي اللي بنقراء هو بمثابة إجابة على سؤال ضمنه إنجيل اللي قريته أو خص الإنجيل يوجد فيه السؤال واضحا السؤال الذي يقوله السيد والمرموز له بالله في هذا المثل ما هذا الذي أسمع عنك أعطي حساب وكالتك ما هذا الذي أسمع عنك أعطي حساب وكالتك وده سؤال من الأسئلة الحياتية لشخص الإنسان في حياته على الأرض وكأن السيد المسيح يسأله لك في كل حين ما هذا الذي أسمعه عنك وهذا السؤال وقفة لكي ما يعيد الإنسان نظر نظر في نفسه ويصلح من ذاته القصة باختصار في هذا المثل أنه يوجد سيد له وكيل وهذا الوكيل هو الذي يقوم بأعماله والمفترض في الوكيل أن تكون أمانته مئة في المئة فالأمانة لا تتجزأ هذا الوكيل وصلت أخبار عنه أنه لا يقوم بمسؤوليته جيدة كانت النتيجة أن دعاه سيده وابتدى يطلب منه إنهاء هذه الوكالة فهذا الرجل الوكيل تصرف بصورة ما وعد يفكر بينه وبين نفسه إيه اللي ممكن أعمله قال أنا بعد كده هتطرد وماليش مكان طب أعمل حساب المستقبل فابتدى يجيب مديوني سيده واللي عليه مية يخليهم خمسين واللي عليه مية يخليهم تمانين وقال يعني بقدم عمل بحيث أن الناس ده هي تقبني بعد ما اقترض من الوكالة دي قصة المثل باختصاد قبل ما أشرح وياكم بعض التأملات في هذا المثل الكتاب المقدس بيشرح في بعض أصححاته موضوعات كاملة يعني مثلا لما نمسك رونسوس الأولى 11 رونسوس الأولى 13 فنلجده إصحاح عن المحبة كل الإصحاح عن المحبة أو عبرانيين 11 كل إصحاح عن الإيمان أو متى 23 كل إصحاح عن الويلات ويلات الموجهة للسلوك المنحرف وهكذا هذا الإصحاح لقى 16 هو إصحاح عن المال عن المال وهو الإصحاح اللي بيجي وراء على كون إنجيل الإبن الضال في لقى 15 يعني وكيل الوكيل شخص يؤتمن على جزء من صروة سيده أو مما يملكه سيده والمفترض فيه الأمانة مطلقة فهو لا يملك ولكنه يدير وهذا الوكيل يجب أن يعرف تماما من أين تأتي الصروة هي تأتي من عند سيده فهو لا يملك ويعرف أيضا أنه في ذات يوم سيقدم حسابا عن هذه الوكالة بهذه الصورة يصير أو تصير الوكالة مسئولية شخص يكون وكيل في أي عمل أو أي شيء هتكلم عنه دلوقتي تصير مسئولية والمسئولية جاية من كلمة سؤال فذات يوم سيقف الإنسان أمام الله ويسأل عملت إيه وكل البشر الذين يخلقهم الله على الأرض يعطيهم شكل من أشكال الوكالة كل البشر بدون استثناء يعطيهم شكل من أشكال الوكالة ومن هذه الوكالة تصير المسئولية وعن الوكالة تصير الأمانة هي اللقياس لحياة البشر إيه نوعيات الوكالة في نتاق الأسرة ممكن الزوج هو وكيل عن أسرته هو مسئول والزوجة بالمسط مسئولية وسيسأل الإنسان عنها أمام الله ولذلك في تكوين الأسرة أو في اختيار شريك الحياة مسئولية لا يجب أن تكون هذه المسئولية خاضعة للعواطف فقط بمسئولية يعني وإنت بتختار وإنت بتختار في يوم من الأيام هتقف قدام الله وتسأل عن هذا الاختيار الطالب أو الطالبة في دراسته هو وكيل على ما يدرسه بيحطوه في إطار نظامي يقولوا سنة دراسية أو سنة جامعية أو سنة جامعية والطالب وكيل عن هذه الدراسة مسئول عنها ويأتي يوم يسمون الامتحان يتقدم فيه الطالب ويسأل عمل إيه طول السنة أيضا الأب والأم في البيت لهم وكالة عن أبنائهم فمسؤولية التربية كما يقول واحد من النساك أن إكليل تربية إنسان يساوي إكليل نسك راهب دا لها إكليل فإذا كان الإنسان الأب أو الأم أهمل بأي صورة فتكون وكالته مفهاش أمانة كافية وبالتالي يسأل أمام الله دا في بعض الدول المتقدمة لما بيجدوا الأب أو الأم في حالة استهتار من ناحية التربية بيسحبوا أولادهم منه قل لك إحنا الدولة اللي هنربيهم وينشؤوا بيوت خاصة بهذا وكالة مسؤولية الشماس والكاهن والأسقف في الكنيسة هو وكيل هو وكيل عن الخدمة الشماس مسؤول عن شموسيته ودي مسؤولية شخصية وهكذا الأب الكاهن وهكذا الأب الأسقف مسؤول عن رعيته عن كنسته عن إبرشيته عن خدمته دي وكالة الله يمنحها ويعطي للإنسان إمكانية هذا العمل بس يوجد يوم يقف فيه الإنسان ويسمع هذا السؤال ما هذا الذي أسمعه عنك أعطي حساب وكالتك نفس الكلام ينطبق على التاجر على الصانع على العامل على البائع على الشاري في دوائر العمل في دوائر الابتصاد وكالة ده توجد نوعيات من الوكالة أوسع من الحاجات اللي أنا ذكرتها فمثلا الإنسان وكيل عن وقته مسؤول عن وقته العمر اللي ربنا بيدهنه وقتك وعمرك نتساوى فيه جميعا كل إنسان في كل صباح بياخد 24 ساعة جديدة سواء كنت خادم أو خادمة أو بتخدم في دائرة الكنيسة بأي شكل من خدمة في التكريس في العمل وقتك كيف تستغل الـ 24 ساعة دول ونسمي الوقت العطية التي لا تستعوض ما قدرش أجيب بدل الساعة لما تعدي أو الدقيقة لما تعدي ما قدرش أجيب بدل ولذلك الإنسان الوكيل عن وقته أو المسؤول عن وقته أو الأمين عن وقته يلزم أن يكون في منتهى التدقيق ومنتهى الالتزام من علامات تقدم الشعوب الالتزام بالوقت خمسة يعني خمسة عندنا في الشر الدنيا واخد راحتها شوي فقولك هقبلك بكرة بكرة ده يعني بكرة إمتى الصبح الدهر بالليل فين أهو قبلك بكرة أو الأسبوع الجاي وكالة ومسؤولية عن وقتك يعطيك الوقت الله ويجعلك وكيلا عليه يعطيك العمر ويجعلك وكيلا عليه بتتصرف فيه إزاي أيضا كل إنسان مسؤول عن الصحة صحتك الصحة التي يعطيها لنا الله هي عطية سامية ولذلك تلاقي الدول بتبزل مجهودات وأموال كتيرة عشان تكافح العادات الشريرة زي الإدمان مثلا لأن الإدمان ده بيجعل الإنسان غير أمين على صحته يعني لما إنسان بيتعلم عادة من العادات الرديئة أو ممارسة بعض العادات الرديئة أو استخدام الدراجز أو المواد الإدمان بأي شكل من الأشكال ما هو صار في هذا أنه إنسان غير أمين فاستحق أن يسمع السؤال ما هذا الذي أسمع عنك اعطني حساب كالتك يبقى إنسان غير فعال في المجتمع الصحة تحتاج للإنسان أن يصونها يحفظها العادات الرديئة بأي صورة من الصور سواء في الأكل في الشرب في الصهر كتير أنت وكيل أنت وكيل كمان الإنسان وكيل عن حواسه الحواس بتاعتك خاصة النظر والأذن أنت وكيل عن ما ترى اللي بتشوفه اللي بتسمعه بتجعل عينك تشوف إيه أنت وكيل على كده عشان كده ربنا على الطاج جفون الجفن ده تغمده ما تشوفش الحاجة اللي انت مش عايز تشوف والأذن أيضا ممكن شيء أسمعه لكن لا يستقر في أعماق عشان كده ربنا عمل الأذنين قصد بعض أسمع الحاجة عقلي يحللها لقاها مفيدة يختزنها لقاها غير مفيدة تطلع من ناحة تانية وتنته وكال سمعك يكون نقي أيضا أنت وكيل ومسؤول عن فكرك عقلك هل عقلك ده بتغزيه كويس هل بتملال وتشبعه وترويه بما يفيده أحيان نقول كده فلان ده عقله فاضي واحد وفيه واحد تلاقي عقله مليان شبعان مسقف قارئ عارف محاور هل هل بتحفظ نقاوة عقلك هل معتدل في فكرك هل بتستفيد من تجارب الآخرين من تجارب الشعوب هل واسع الفكر ده 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 مسؤولي أيضا وكالة وهي يعني بيت القصيد في هذا المثل عن المال عايزك تعرف ان الكتاب المقدس في اكتر من الفين آية تتكلم في مواضيع مرتبطة بالمال وده موضوع كبير او وجعل السيد المسيح ان الموضوع عن المال ده قد يسقط فيه الانسان حتى الى العبادة لا يستطيع احد ان يعبد سيدين اما الله واما المال وصارت دائرة المال دائرة تتحكم في حياة الانسان بكل شكل ممكن الوكيل وكيل عن المال ايضا هناك مسئولية ووكالة عن الوطن عندما يحيى الانسان في وطن هو مسئول عنه ومن هنا ظهر حق المواطنة في الشعوب وفي ادارة الدول ظهر ما يسمى بحق المواطنة وصار المواطن في دولة ما له حق وعليه واجبات ووكالة وعلشان كده في الدول يقولك في الجرائم يقولك خيانة الوطن وخيانة الوطن تستوجب اشد العقوبة لانه لم يكن امينا ايضا هناك وكالة عن البيئة البيئة اللي بنعيش طبيعة اللي اوجدها الله يعني على سبيل المثال في مصرنا نتباهب نهر النيل نهر النيل ونهر النيل بالعظم بتاعته بالتاريخ بتاعه واحنا الدولة الاخيرة دولة المصر ولذلك احنا كمصريين بنحب نعيش حوالين النيل النيل شريان الحياة وتكون المأساة عندما يسقط الانسان في هذه الامانة ويلوث النهر يلوث نهر النيل اللي بنشرب منه اللي هو سبب الحياة على الارض اللي هو سبب الطعام اللي بنأكله وهو سبب المصانع اللي بتشتغل اللي بتستخدم المية والمية بتدخل في صناعات بل ربما في كل الصناعات هل أنت يا إنسان أمين على هذه العطية البيئة دي وكاله وكالة للإنسان وما نقوله على البيئة نقوله على الطبيعة وصروات الطبيعة بصفة عامة لما العالم دخل في الثورة الصناعية وابتدى يعمل مصانع كتيرة والمصانع الكتيرة بتطلع غزات والغزات ده هيت فيها ثاني أكسيد الكربون وساني أكسيد الكربون لما ملأ الجو ابتدى يؤثر على سقب الأزون وابتدى يؤثر على حرارة الجو وابتدى يؤثر على الزرع اللي بنزرعه وبقت الأمطار وهي نزلة تاخد وياها ساني أكسيد الكربون تتفاعل ويا المية تنزل أمطار حمضية ثم الأمطار الحمضية دي تأثر على النباتات اللي بنزرعها تصور بنزرع النبات وبنرويه بأحماط يطلع نبات هزيل وضعيف وربما فائدة تقل ما هذه مسؤولية أيضا الإنسان مسؤول ووكيل عن جمال الطبيعة اللي بنون عليها أحيان البيئة النظيفة لكن جمال الطبيعة يعني أنت مسؤول عن جمال الشارع وجمال البيت وجمال الكنيزة الخليقة الجميلة التي أوجدها الله وعينك لازم تتدرب على كده أنت مسؤول يعجبني كتير لما أمي بواياها طفل صغير وياخد كده بمبوناية كلها وبعدين الورقة بتاعة البمبوناية هو في مكان مش عارف فيه بسكت ولا ما فيهوش يوميس الماما هي فين بسكت عشان نتعلم أرمي الحكاية دهات في مكانها يقولون الله خلق الريف والإنسان صنع المدينة الله خلق الريف بجماله ولما تروح منطقة ريفية أو منطقة خضرة كبيرة تشعر بالراحة داخلية وتشعر بأمان وتنطلق أفكارك أما البيئة بقى اللي فيها فوضى وفيها زحمة وفيها ضوضاء وفيها تلوث تحس كده كأنك في سجن كبير وتحس كأنك مقيد أنت مسؤول عن كده من الحاجات الجميلة في بعض المدن يحط في البلكونة بتاعة البيت بتاعه يحط مكان للزرع ولو أنت بتشوف المكان الزرع ده يقولك لأ أنا بحط الزرع ده عشان الجار اللي قدامي أول ما يفتح بابه أو شباكه يلاقي قدامه زرع مدن كتيرة نراها في الخارج وربما في مصر بهذه الصورة أنت مسؤول وكيل وكيل عن كده الأم مسؤولة ووكيلة في البيت أنها تخلي البيت رائع وتربي تربية الجمال جوه البيت لو عدت تكلم عن وكالة الإنسان هلقيها أمر واسع جدا ونعود للسؤال ما هذا الذي أسمع عنك وكيل الظلم عمل إيه وكيل الظلم وأرجوك تاخد بالك من التعبير وكيل مفترض فيه أمانة وظلم ما يمشوش ويا بعض أول حاجة عملها أنه مبزر لأموال سيده شخص مبزر وممكن إنساني بمبزر في الفلوس أو في المال لكن أيضا ممكن يكون مبزر في أي حاجة تانية في الطاقة مثلا في نقطة المية فهو كان مبزر في المال والمفترض أمانته نمرأ اتنين وكيل الظلم هذا تواطق مع المديونين تواطق مع المديونين 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 بتوعه سيده قال له تعالى عليك كم سيدي قال له مية مئة بس زيت مئة لتر زيت قال له طب هات يعني العقل اللي بيني وبينك واشطب على المية دي وخليها خمسين فده نوع من التواطق يتنافى مع الأمانة ده مش كده وبس دواء في خطية التزوير ما هيقدم الورق ده لسيده لكن الورق ده في تزوير المية عملها خمسين في ورقة والمية عملها ثمانين في ورقة تانية ودي مجرد أمثل هذا الإنسان الوكيل كان إنسانا ظالما وكان إنسانا نصابا ومزورا ومبزرا وتنطبق عليه العبارة محبة المال أصل بكل الشروف ويجي بقى الانتهاش هنا هو ليه السيد مدحه ليه مدحه ليه أسنع عليه هذا الوكيل تصرف بأمور تجعله ينال هذا المديح من المسيح قال له مدحه لأن هذا الرجل له نظرة في المستقبل يا واحد بيفكر كويس بيش فكر عند رجليه اسمع كده لأن ماذا أفعل لأن سيدي يأخذ مني الوكالة لست أستطيع أن أنقبه أنقبه وأستحي أن أستعطي ما درش مد إيدي وأستعطي من الآخرين فواحد بيفكر في المستقبل بالنقطة دي ينال المديح كمان هذا الرجل تصرف بطريقة إدارية وإن كان بلا أخلاق يعني هو مدحه على التصرف الإداري ولم يمدحه على الناحية الأخلاقية درجة حرام أقولك زي إيه زي بالظبط لما نيجي نمدح إنسان لشجاعته نقوم ناخد من الأسد صفة الشجاعة فقط وأنت يا فلان مثل الأسد يبقى باخد بس الصفة دي مع أن الأسد فيه صفات تانية الأسد مثلا مالك الغاب الأسد مفترس الأسد حيوان وحشي ما بنخدش الصفات دي إحنا بنخد شريحة فمدحه إداريا لا أخلاقيا كمان مدحه لأن هذا الرجل تمتع بزكاء عقله يعني اشتغل صح اشتغل في حاجة مش مظبوطة لكن عقله اشتغل عنده نوع من الزكاء خلاصة الأمر أن سلامة حياة الإنسان يحكمها الاستقامة يحكمها العطاء يحكمها الأمانة عشان الإنسان بواكيل مظبوط ولما يجي المسيح يقول لك أعطني حساب وكالتك تقول تفضل يا سيد تسمع إجابة جميلة قوي يقول لك كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير أدخل أدخل إلى فرح أرجوك أن تفكر يقول لك المسيح كده أنت كنت أمين في الحاجة القليلة التي في يدك مهما يكون أليل ذا عشان كده أنا هدي لك جائزة ومكافأة إيه يا رب قل لك هأقيمك على الكثير قد يفترض القليل على الأرض والكثير السماء في أحد المعاني وبعدين المكافأة الأسمى ادخل إلى فرح سيدك فتصور كده أنك توجد في الملكوت وشعورك الداخلي أنك وجدت في هذا المكان بدعوة السيد نفسه أي فخر وأي راحة وأي فرح وأي سلام أما الإنسان الذي يهمل في وكالته وينحرف فهو يعيش في خطايا الطمع أو الأنانية أو الاستهتار حطها تحت مسميات كتير أدينك أمثلة سريعة كده يوسف السدير كان إنسانا وكيلا ناجحا تعرض لمتاعد من إخوته مرة من إسماعيلين مرة في بيت فتفار مرة تانية في السجن مرة لكن ظل وكيلا أمينا وعندما تعرض بالتجربة القاسية من امرأة فتفار كانت إجابته رائعة كيف أصنع هذا الشر العظيم وأختي إلى الله أصلا أنا وكيل وكيل عن أمانة نفسي وتهارة قلبي أنا وكيل وفي عبارات قدست البابا الأنبى الشنودة في أشعاره الرائعة لما يقول في قصيدة هوز السوب خزيه إن قلبي ليس فيه تعبير أدبي بالغ العزوبة عن هذه الوكالة هو أمين وإنسان وكيل مفيش حاجة تصرفه عن هذه الأمانة وهذه الوكالة حتى السوب وفوش القلب ولذلك نسمع أن يوسف الصديق كان رجلا ناجحا لأن الله كان معه ويوسف الصديق هو الذي حمل الخير والبركة بالعظمة في تاريخ مصر وفي سنوات المجاعة أدي لك شكل آخر من أشكال الأمانة أو الوكالة عندما أوكل السيد المسيح أمنا العزراء إلى القديس يحنى الحبيب على الصليب يا يحنى دي أمك يا عذر مريم دي ابنك وطبعا يحنى هو الصغير يعني فيحنى يأخذ هذه الوكالة بمنتهى الأمانة وهو وهو الذي حمل قلب يمتلئ حنان وعطاها الله نعمة أن يكتب سفر الرؤية كان أمين وكيل أمين فعطاها الله أن يرى رؤى ويسجل لنا ما رأى في الجزيرة التي نفي إليه أيضا في سفر الرؤية في بداية الإصحاح نقرأ عن ملائكة الكنائس أفاسوس وسياتيرة وساميرنة إلى آخره المهم دايما تقرأ كده ويقول الملاك يقول له الله أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وجهادك ولكن عندي عليك أهي دي بالضبط ما هذا الذي أسمعه عنك فمثلا في ملاك كنيسة أفاسوس يقول له عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى أنت ابتديت وكيل كويس ابتديت خدمتك جد طب إيه اللي حصل تركت محبتك الأولى كنت في أول خدمتك أو في أول عملك ملتهب بالروح طب ودلوقتي فين حرارتك الروحية أين ذهبت عندي عليك ويقول له كده ما هذا الذي أسمع عنك فين حرارتك الروحية فين نشاطك فين اجتهادك إلى متى تظل في انحرافك أعطني حساب وكالتك في نفس الإصحاح ده في إصحاح 16 تقرع الغني الغبي الغني الغبي ده وده تعبير قوي يعني في الكتاب الله أعطاه أموال كتيرة وقال له أنت وكيل على الأموال دي لكنه سقط في خطايا الأمانية والطمع وكانت النتيجة أنه عايز يهد مخزنه ويبني أعظم منها وفي ليلة واحدة أعطني حساب وكالتك وينتهي كل شيء الخلاصة يا أحبائي أن المال يمكن أن يكون مصدر بركة وحياة للبشر وليس في المال كسرته أو قلته مش ده المهم لكن ممكن يكون وسيلة من وسائل الحياة الناجحة ولكن أيضا المال قد يكون مصدر فخ وهلاك للإنسان في الحياة الرهبانية تقوم في أحد مبادئها على الفقر الاختياري وانكسر الإنسان الذي تكرس في رهبنة أو تكريس هذا الشرط انكسرت رهبانيته مهما تبرر بأي صورة من الصور وقد يكون هذا فخ وهو بالحقيقة فخ يبان صرته كده أنه تحت أي مسمى لكن يكون المال اللي في يده فخ يهلكه ويسقطه ويضيع نصيبه الأبدي مهما تزي بزي ومهما ظهر أمام الناس ولكن فخ لازم الإنسان يبحزر منه تتعامل ويلمال ازاي ده أصد مثل وكيل الظلم لا يقصد كثيرا أو قليلا لكن مقدار الأمانة اللي موجودة بصفة عامة يقول لنا في نهاية المثل أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم هذا المال الذي يجب أن تخدم به وأن تفيد به وأن لا تسقط فيه خطية الأنانية أو الطمع أو الاكتناز ومال الظلم ده المال الذي كان يمكن أن تفيد به آخرين وأنك تقيم آخرين من عصارتهم سواء الطعام أو الشراب أو السجل أو الألم أو المرض إلى آخر احترس وده اللي بيخلينا في الصوم الكبير لصلي في الطلبة طوبة للرحمة على المساكين وتلقوني بس أشهد بهذه بهذه المديحة بالسمرار طوبة للرحمة الإنسان الذي يمتلك القلب الرحيم على الإنسان المسكين بكل صور الاحتياج إن أردت تدريب ما ترجع البيت اقرأ لوقة 16 وحطه كده مقياس قدامك وفكر في الأشياء التي استودعك الله لها حاجات اللي أعطها لك ربنا نعم الله مال أو غير مال إن كانت أسرة أو عمل أو خدمة أو صحة أو منصب أو علم أو مسئولية فكر حاجات اللي أعطها لك الله وحط أمامك هذا السؤال ما هذا الذي أسمعه عنك وانتبه وقوم وصوب طريقك علشان طريقك يكون واضح أمام الله وليس طريقا منحرفا مثل هذا الوكيل الظالم أو الوكيل الذي فقد أمانته فقد الأمانة بتاعته في حياته مثل الوكيل الظلم وهذا السؤال ما هذا الذي أسمع عنك اجعله يتردد في قلبك وفي أذنك وقبل ما تسمعه من شخص المسيح أنت أقوله النفس وانظر لعملك أو خدمتك أو المسئولية اللي ربنا أعطها لك وابتدي انتبه وإن كان هناك قصور أو هناك انحراف أو هناك تأثير بأي صورة من الصور انتبه لكي ما تصلح ذاتك وتكون إنسان وكيل أمين تستحق ذلك الصوت كنت أمين قليل وقيمك على الكثير ادخل إلى فرح سيدك لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد ترجمة نانسي قنقر